اشتركوا في القناة لحظة تأمل من اعداد ادارة الشؤون المعنوية تناول ما يعانيه المجتمع المصري من حالات التشدد الفكري والعقائدي وانعكاسه على الامن والاستقرار داخل المجتمع واكد الفريق اول صدقي صبحي خلال اللقاء على حرص القوات المسلحة على الوفاء بالمهمة المقدسة المكلفة بها في الحفاظ على الوطن وحماية امنه القومي مؤكدا على العلاقة الراسخة التي تربط الشعب المصري بقواته المسلحة التي ظلت حامية لوحدة المجتمع وتماسكه في مواجهة كافة الصعب والتحديات ووجه الفريق اول صدقي صبحي التحية لرجال القوات المسلحة الذين يواصلون الليلة بالنهار لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومحاربة الارهاب في سيناء وتأمين المنشآت والاهداف الحيوية والعمل بكل شجاعة واخلاص حتى يأمن كل مصري على حاضره ومستقبله انا من هنا بوجه كل التحية والتخدير للجيش المصري كله اللي بيقاتل في سيناء ومش في سيناء بس في كل المحافظات اللي بتم فيها مدهمات ضد عناصر الإجرامية والإرهابية على مستوى جمهورية مصر العربية احنا برضو من هنا بنوجه تحية عظيمة جدا لأبطال الشرطة المدنية على اللي بيقدوه وعلى مستوى الغير عادي اللي رعوله بمنتهى الثقة فنحيي الشرطة المدنية متعبة أعمال الناس اللي بيتم في سيناء اللي كل يوم بتابعها كلنا كجيش وكمصريين شرفاء وطنيين بيتابعوا وابطالهم بيعملوا ايه في سيناء وفي كل محافظات مصر اللي فيها مدهمات كلنا بنتابع بمنتهى الاهتمام والشغف ايه اللي بيتم ومش احنا فاس لا ده كل دول العالم بتابع أخبار الابطال بطوانا بيعملوا ايه في سيناء والابطال بطوانا أعني بيهم الاثنين لأن الاثنين بقوا حاجة واحدة الجيش والشرطة بان نشتغلش الوحدين بان نشتغل مع بعض الاثنين وأشاد بالدور الوطنية الذي قدمه قادة القوات المسلحة السابقين وما قدموه من عطاء وجهد طوال الفترة الماضية للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره وزيادة القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة بما يمكنها من مواجهة كافة التحديات خلونا كده يعني نحيي البطل العظيم المقدام المشير عبدالفتاح السيسي اللي وقف وقفة عظيمة جدا جدا عشان بلده الحبيبة مصر وشعبه القصير مصر أي نعم القيادة العامة كلها وكل القادة شلوا يعني أكفانهم على إيديهم وكل زباط وقوات المسلحة الضباط الصف والصناع والجنود كله شل روحوا على إيديه بغاية دلوقتي وحنستمر لابد أن نستمر أو تستمر القوات المسلحة بانضباطها العالي اللي وصلت لي وبأنها على قلب رجل واحد إلى ما شاء الله وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وأوصاهم أن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط والعمل الجاد والتفاني في أداء المهام وما يتطلبه ذلك من يقضة كاملة وإنكار للذات للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه قد أقسمنا جميعا كرجال قوات المسلحة على تأمين وحماية مصر ضد الأخطار الخارجية والداخلية وسلامة أراضيها أنا الآن أجدد أمامكم القسم على الآتي عن ما ظلق قوات المسلحة أو فياء لما أقسمنا عليه ومناء على المسؤولات التي حملناها على عطقنا على عطقنا لا ندخل جهدا لرفعة شأن مصر وعلو بقدرها أن نعمل جميعا قادة وضباط وضباط صف وصناع وجنود يدا بيد أسرة واحدة أسرة واحدة للحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي والارتقاء بقدراتنا لمواجهة أي أخطار تهدد أمن وسلامة البلاد وقد ألينا على أنفسنا كقيادة عامة للقوات المسلحة الاهتمام بجميع ناصر القفاءة القتالية والاستعداد القتالي وأن نرعى البعد المعنوي لرجال القوات المسلحة بجميع فئاتهم من خلال الارتقاء بكافة شؤونهم وسوف ننضي في تحقيق ذلك بمشيئة الله تعالى حفاظا على قوات مسلحة قوية يتمتع رجالها بروح معنوية عالية والتي نعتبرها عنصرا هاما جدا من عناصر الكفاءة القتالية وعامل أساسي من عوامل تحسين الأداء أن نطلع باستمرار عن نظم التسليح الحديثة والارتقاء بمستوى الكفاءة الفنية لأسلاح المؤدات لقواتنا المسلحة وأخيرا وعادي الله وأعاهدكم أن أظل وفيا وملتزما بأمانة المسئولية وشرف المهنة التي كلفت بها واضعا نصب عيني رفعة شأن قواتنا المسلحة في جميع المجالات وحماية الأمن القومي لبلدنا الغالي مصر وأدوى المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا على طريق تحقيق ذلك عاشت مصر حرة أبية وعاشت قواتها المسلحة رمضا للعزة والكرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة اشتركوا في القناة